اتسمت السنوات الأخيرة بين مصر والصومال في وجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطة مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة فخلال السنوات الماضية شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموا متزايدا في جميع المجالات نمو مترد شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال في السنوات الأخيرة مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطة مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة خلال عامي 2015 و2016 وقعت مصر والصومال مذكرات تفاهم في مجالات عديدة من بينها الجمارك والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والتجارة وخلال الربع الأول من عام 2021 زادت قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 37.2% لتبلغ 17 مليون دولار و679 ألف وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء وقطاع الأدوية فيما تستورد مصر من الصومال الماشية كما تعتبر مشروعات الطاقة والمياه على رأس المجالات التي يمكن أن تشهد تطورا كبيرا بين البلدين خاصة ما يتعلق بمشروعات خلايا الطاقة الشمسية وشبكتها لا سيما مع تشابه الظروف المناخية للبلدين ويعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الواعدة حيث تم الاتفاق على تدشين برامج تدريبية للمصرفين السوماليين سواء عبر البنوك الوطنية المصرية أو بالتعاون مع المعهد المصرف المصري زراعيا يعد مجال الزراعات والثروة الحيوانية من القطاعات الواعدة التي يمكن اعتبارها قاطرة لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين وفيما يتعلق بمجالات المياه قامت مصر بتدريب عدد من المتدربين السوماليين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاوة وفي عام 2020 وقعت مصر اتفاقية تعاون مع الصومال لنقل الخبرات المصرية إلى الصومال في مجال البترول والغاز إلى ذلك تمضي العلاقات المصرية الصومالية ما بين تاريخ طويل من التعاون ومستقبل يجمعه المصير الواحد